السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علمواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم والجزء رقم 6 من الشبطر السابع هنتكلم على البيناري فيز دياجرام أي الفيز دياجرام الصناعي بيناري فيز دياجرام are a maps that represented the relation between temperature and the composition and the quantities of phases at equilibrium which influence the micro structure of an alloy يعني الباناري فازيجرامه عبارة عن إيه؟ عبارة عن خريطة بتوضح أو كيرب أو رسم بيوضح العلاقة ما بين التمبيريتشر والكمبزيشن والكميات المختلفة بتاعة الفازيس عند الإكليبريم عند مرحلة توازن والتي تؤثر بدورها على الميكروستركشور بتاع السابيك تعالوا نشوف أول نوع كأكزامبل على الإكليبريم فيزيجرام عندي أول نوع اسمه complete solubility in liquid state عندي complete solubility in solid state ده اسمه binary isomorphous system في الحقيقة زي ما تشايف مثال عليهم كده الكبر مع النيكل عندي X axis واخد الكمبزيشن وعندي Y axis واخد التمبيريتشن وبصوا لقي إن هما الكبر مع النيكل دايبين مع بعض دوبان كامل في الـ liquid state ودايبين أيضا مع بعض دوبان كامل في الـ solid state تمام؟ هذا المنحنة في الحقيقة يسمى أيضا منحنة سيجار نظرا لإن شكل المنحنة يوجب الشكل إيه؟ السيجار ترجمة نانسي قنقر